وللحديث عن القمتين العربية والخليجية ينضم إلينا في الستوديو نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي سيد نظيري مرحبا بكم حياك الله سيد نظير الوفود تصل تباعا إلى السعودية من أجل قمم مكة الثلاث العربية والخليجية وإيضا منظمة المؤتمر الإسلامي ستعقد قمتها في مكة المكرمة ما المنتظر من هذه القمم وأين تكمن الأهمية؟ يعني إذا شئنا أن نتحدث عن ما يمكن أن ننتظره من هذه القمم الثلاث ربما ما تنتظره الشعوب مختلف جدا عن ما تنتظره الأنظمة فبالتالي أنا أتوقع أن الأنظمة أو من دعا لهذه المؤتمرات هو يريد من هذه الدول وقادة هذه الدول توحيد صفها باتجاه إيران بخطاب سياسي موحد أما إذا تحدثنا عن أنه هل يمكن أن نشهد في هذه القمم يعني تحالف عسكري لإقامة حرب ضد إيران فهذا غير وارد بل أن حتى الدولة المنظمة لهذه المؤتمرات وهي السعودية هي تروج الآن في إعلامها وعلى لسان قادتها بأنها لا تريد الحرب إنما تريد موقف موحد ضد النظام الإيراني لتحجيمه وإبعاد شروره عن المنطقة هذا يأخذنا إلى خطاب الإدارة الأمريكية في مواجهة إيران بدأ ساخنا الآن بدأ يفتر نوعا ما عندما يقول ترامب أنه لا يريد الحرب ولا يريد تغيير النظام في إيران ماذا يعني ذلك؟ هل هناك حرب أو لا حرب؟ طبعا تعودنا على سياسة ترامب طيلة ثلاث سنوات الماضية كان يرفع الخطاب اتجاه أي دولة ليحاول أن يأخذ ما يريده وبالتالي ترجع الأمور رأسا على عقب بشكل وكأنما لم يحدث شيء هذا حدث في كوريا الشمالية عندما الجميع العالم حبس أنفاسه وكأن هناك حرب نووية ستكون بين الطرفين لكن بعد بضعة أشهر وجدناهم يجلسون في منتجع في سنغافورة ليبرموا اتفاقات وهذا ما يعني الآن يحق لنا أن نتساءل أين سيلتقي ترامب بحسن روحاني لكي يتفقوا على اتفاقات جديدة هذا هو عقلية ترامب لا يريد أن يخرج من أي مشكلة إلا بصفقة تجارية ناجحة ورابحة فهو يعني من الطرفين يستفاد يعني من العرب المتخوفين من إيران هو يحلب بهم خلال تصديرهم الأسلحة ومن الطرف الثاني هو يحاول الحصول من النظام الإيراني على تنازلات كبيرة على ذلك سيد نظير هل تعتقد فعليا أن يتجه العرب في التحالف مع المملكة العربية السعودية ضد إيران؟ هذا أيضا نشك فيه يعني الآن لو قلنا الأنظمة العربية من هي الأنظمة العربية؟ حقيقة لا يوجد الآن نظام عربي بالمفهوم القديم الذي كنا نعرفه يعني استثني من هذا النظام العربي العراق استثني سوريا استثني ليبيا استثني اليمن يعني كل هذه الدول تعاني من قلاق الداخلية يجعلها فاقدة لإرادتها السياسية حققتها السودان والجزائر؟ نعم هذه كلها الدول الآن في مشاكل كبرى لذلك الآن من يمثل الإرادة العربية أو النظام العربي هي الدول الخليج والتي هي أصلا منقسمة على نفسها وكلكم تعرفون الأزمة الخليجية لذلك النظام العربي الآن هو يعني تريد هذه الأنظمة الخليجية توحي للعالم بأن النظام العربي هو من خلفها ويتبنى آراءها ويتبنى سياستها اتجاه النظام الإيراني لكن أنا ما أتوقع أن هذه الخطابات التي ستكون في هذا القمم هي عبارة عن خطابات دبلوماسية لا تلزم تلك الأنظمة بفعل معين أو يؤثر على سياستها مع النظام الإيراني لكن سيد نظير هناك من هو متفائل بهذه القمة يعني أنا لا أرى هناك وجه للتفائل إلا في حالة أنه أخرجت مخرجات تجعل العرب يتفائلون يعني لو أن هذه القمم أخرجت مخرجات اتجاه رفض صفقة القرن التي يروج لها الأمريكان وإسرائيل لقلنا أن هذه المؤتمرات ناجحة وبامتياز لو أن هذه المخرجات خرجت منها قرارات ذات جدوى وقابلة للتنفيذ ضد التوغل الإيراني في الدول العربية لقلنا أن هذه القرارات ناجحة يعني هذه القمم نجاحة من عدم نجاحة يمر هنا بالمخرجات التي ستنشهدها بعد يومين طيب أستاذ نظير في حال اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وحلفاء من جهة وبين طهران أو إيران من جهة أخرى هل سيتحول العراق إلى ساحة لهذه المعركة؟ أنا أقول أن حرب عسكرية بالمعنى التقليدي جيش لجيش هذه يعني أكاد أن أقول أنها حرب مستحيلة لن تحدث لكن هناك حروب بالنيابة حروب على شكل عمليات إرهابية هذا من الممكن أو عمليات استباقية؟ لا يعني حتى إذا الآن إحنا مستمرين في حرب باردة ما بين إيران والأنظمة الخليجية ولربما تتصاعد وإضافة إلى الطرف الأمريكي يعني شهدنا في ضرب ناقلات النفط في سواحل إمارة من إمارات الدولة الإمارات إضافة إلى ضرب أنبوب نفطي عبر الطائرات المسيرة هذه العمليات ربما ستتوسع ولربما أن تكون الساحة العراقية إحدى الساحات الساخنة في تبادل الرسائل ما بين الطرف الإيراني والطرف الأمريكي طبعا لا يوجد هناك نفوذ يذكر للسعودية في العراق في العراق نتحدث عن نفوذ أمريكي ونفوذ إيراني لذلك ربما ستكون المعركة ما بين الوكلاء يعني لربما تستطيع أمريكا أن تجيش لها مما يسمى بحشد العشائري لكي تحارب بهم الميليشيات أو لربما تقوم بضرب الميليشيات بشكل مباشر عن ضربهم عن طريق الطائرات لبعض قادتهم أو لبعض مقراتهم أما أن تكون حرب شاملة ما بين النظام الجيش الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني وما بين الجيش الأمريكي فهذا الأمر يتحاشاه كل من الإيرانيين والأمريكان لأنهم يعرفون مدى خطورة مثل هكذا حرب أستاذ نظير شبكة فوكس نيوز الأمريكية في تقرير لها تقول أن إيران قطعت الدعم المالي عن أدرعها في المنطقة هل أثرت العقوبات بهذا الشكل فعلا؟ طبعا الجميع يذكر بأن هناك تأثير بالغ للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على النظام الإيراني وهذا حتى ما ذكر ضافر العاني يقول هو نقلا عن لسانه يقول أنا كنت في اللقاء الخاص ما بين محمد الحلبوسي ومحمد جهو الضريف وزير الخارجي الإيراني يقول ولمست منه بشكل يعني يصل إلى درجة اليقين بأن الإيران تعاني من حالة اقتصادية صعبة جدا وهي مستعدة لاتخاذ أصعب المسارات لذلك أنا أتوقع أن هذه الميليشيات في حال انقطع الدعم عنها بشكل عملي وحقيقي لربما تتجه إلى الجريمة المنظمة ربما تتجه إلى سلب المواطنين أموالهم أو عقاراتهم لكي تموّل نفسها وبالتالي سنكون نحن أمام حالة من عصابات منثلتة ستؤثر بشكل بالغ على الأمن في داخل العراق الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لكم شكرا شكرا شكرا